أهلا بكم يشكل المدد العسكري الغربي نقطة التوازن التي تعتمد عليها أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية ومع اقتراب الأزمة من دخول عامها الأول مازالت المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية تتدفق على كييف الولايات المتحدة كشفت عن أحدى الدفاعاتها من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والتي تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار تشمل خصوصاً خمسين مدرعة من طراز برادلي وعشرات المدرعات الأخرى الشريحة الجديدة تتألف من أسلحة بقيمة مليارين وخمسة وتمانين مليون دولار ومائتين وخمسة وعشرين مليون دولار على شكل طلبيات من صناعة الدفاع بيد أنها لا تشمل دبابات هجومية تطالب بها كييف وبحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية فإن هذه تمثل أعلى شريحة من المساعدات العسكرية من حيث القيمة الإجمالية التي تعهدت بها واشنطن حتى الآن وهي تشمل خمسين مدرعة برادلي مزودة بمدفع خمسة وعشرين مليمتر وقادفة صواريخ مضادة للدبابات كما أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن مدرعات برادلي ستعزز قدرة أوكرانيا على إجراء منورات معقدة في كل الظروف الجوية تقريبا وعلى كل التضاريس وتشمل شريحة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا أيضا مئة ناقلة جند مصفحة وخمسة وخمسين مدرعة مقاومة للألغام وثمانية عشر مدفع هاوتزر إضافة إلى قنابلة مدفعية ومدافع هاون وسواريخ دفاع جوي ومسدسات بدوره رحب الرئيس الأوكراني فلودي ميزلينسكي بالدفعة الجديدة من المساعدات والتي ترفع إجمالي قيمة المعونة العسكرية من الولايات المتحدة إلى أربعة وعشرين مليار ومائتين مليون دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا واعتبر زيلينسكي مركبات برادلي المدرعة والتي ستتسلمها كييف للمرة الأولى أن هذا بالضبط ما تحتاج أوكرانيا في السياق ذاته قالت الحكومة الألمانية إنها سترسل أربعين مدرعة من طراز ماردر إلى الجيش الأوكراني في الربع الأول من عشرين ثلاثة وعشرين وهي تعتبر مدرعات خفيفة مخصصة لنقل القوات وتحمل مدافع عيار عشرين مليمتر وأوضحت برلين أنها ستقدم تدريبا لمدة ثمانية أسابيع على التعامل مع المدرعة من جهتها أعربت فنلندا عن استعدادها لتسليم دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا حال موافقة الاتحاد الأوروبي كما أعلنت فرنسا عن إرسال عدد غير محدد من دبابات قتال خفيفة مشاهدين الكرام كان هذا عرضا لأحدث شرائح المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا شكرا لمتابعتكم شكرا للمشاهدة